شايف التشكيل الأمثل إيه وخطة المباراة؟ يعني ما سمعيني الخطة اللي ممكن يكون حاطتها؟ التشكيل الأمثل زي ما لعب مع فارقه بالزبط ما يغيرش يعني لكن هو ممكن يغير يعني ممكن يحط برسيته في الأول مدال ما هيكون موجود في الشوت التاني هيعتمد ممكن يبقى مغير طريقته إنه ببضل 4-2-3 واحد يبقى يلعب 4-3-3 فهيلعب 3 قدام لكن هو لو لعب مجد أفشا قدام مع برسيته في الثلاثة اللي هم مهاجمين هتبقى فيه مشكلة إنه تعايز هنا لعب طويل زي محمد شريف يقدر برضو يحطه كرة خلاف الثلاثة يعني لو لعب برسيته وماكسوني مجد أفشا الطريقة اللي هو لعب قبل كده أو الثلاثة اللي يبقى عنده مشكلة لأن الدفاع بتاع المريخ طويل فالثلاثة ما بياخدوش الكرة العرضية العالية لكن ما يلعب 4-2-3-1 موجود محمد شريف قدام هيبقى بالنسبة له محطة كويسة سواء بقى هينزل طاهر محمد طاهر جنب أفشا في الثلاثة اللي قدام طبعا حمد يفتح موجود في الارتكاز الأربعة اللي في النص أو الأربعة اللي في الدفاع طبعا هم زي ما هم محمد عبد منعم يلعب محمد هاني طبعا علي معلول مع أن علي معلول أحيانا بيندفع قدام كتير زي ما حصل في المطشة بتاع سانداونز أنه بدأوا يلعبوا عليه بشكل واضح أنه يرم الكرة من وراء لكن لازم يلقى مساعدات من الارتكاز ويلاقي مساعدات من خط الدفاع الزمل اللي مع خاصة الارتكاز سواء محمد عبد منعم أو رمي ربيعة أو ياسر براي ترجمة نانسي قنقر